اشتركوا في القناة في مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي ولمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة نحو 350 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية أضاف ناس أن صياغة رؤى مشتركة ومتطورة تشمل كافة المتغيرات العالمية الراهنة أمر هام لتحقيق النماء والرفاه للمجتمع العربية وأكد سيد سمير ناس أنه سيعمل خلال ترأسه لاتحاد الغرف العربية بكل جد وجهد للإسهام في إيجاد حلون عملية ودائمة للأزمات التي تواجه القطاع الخاص العربي ورفع مستويات نموه بما يحقق التنمية العربية المستدامة لصالح الشعوب العربية الشقيقة من جانب آخر كرم رئيس مجلس الوزراء اللبناني دولة سيد نجيب ميقاتي سيد سمير ناس تقديرا لمساهمته الفاعلة في خدمة الاقتصاد العربي وجهده المستمرة في دعم أطر التعاون المشترك بين القطاعات الاقتصادية العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر